اشتركوا في القناة وفي نهاية هذا المحاضرة البسيطة هنعرف هذا الـ two parameters وهم في منتهى الأهمية المين بليتلس فوليوم والبلتلس ديستريبيوشن ويث نبدأ بالمين البليتلس فوليوم والمبي في نقطة مهمة جدا ما هو الامبي في أو ما هو المين بليتلس فوليوم هو الـ average size of بليتلس متوسط حجم الصفيحة الدموية كم تتذكروا في الـ MCV اللي تكلمنا عليه في الـ RBCs كنا نقول كم متوسط حجم كرية الدم الحمراء الواحدة هنا عاوزين نعرف الـ average size للـ platelets الواحدة أو للصفيحة الدموية الواحدة معرفتنا للـ average size للـ platelets نسميه MBV أو نسميه المين بليتلس فوليوم هذا من فين نطلعه نطلعه ده أساسا من الـ histogram من الـ platelets histogram اللي حنعرفه في النهاية إن شاء الله الـ normal range لو من 8 إلى 12 فمتو ليتر هنا نقطة مهمة جدا إذا قل عن 8 فبالتالي معناها بليتلس صغيرة فنسميها مايكرو ثرومبوسايت إذا زاد عن 12 معناها أنها بليتلس كبيرة فنسميها ماكرو ثرومبوسايت طيب نقطة مهمة جدا في الـ MBV الـ MBV لو ما يزيد واحدة من الرزق إنه ده ممكن يتعرض الشخص ده لـ myocardial infarction النقطة الثانية إنه الـ MBV في منتهى الأهمية إنه نحن نعرفه عندما يكون الشخص ده عنده true thrombocytopenia أو true thrombocytosis في منتهى الأهمية إنه نحن نعرفه واحد لكم أن تتصوروا MBV شخص عنده decrease في البليتلس نبدأ بشخص عنده decrease في البليتلس يعني عنده thrombocytopenia وكمان عنده decrease في الـ MBV يعني كمان حجم الصفايحة الدموية كمان decrease ما معناه الكلام هذا دي معناها الميجا كاريوسيتك هايبو بليزيا فبالتالي دي معناها إنه فيه defect في البون مارو البون مارو ذا ما بيعملش production ففيه defect في البون مارو لذلك دي أمثلتها إيش أمثلتها مثال لها aplastic anemia مثال لها آخر اللي هي growth disease مثال آخر اللي هي وسكت Adlerich or Adlerich syndrome وهذا ذا عبارة عن عملية genetic effect وهو عبارة عن six x-linked هو الوسكت Adlerich syndrome عبارة عن x-linked x-linked ذا له دور إن فيه defect في جين هذا الدفكت في الجين بيأدي إلى إن فيه مشكلة في movement of cell فبالتالي البي سل والتي سل بيكون في مشكلة في الموفمنت بتاعهم وبالتالي يحصل عملية primary immune deficiency بالإضافة إلى إنه مريض الوسكت Adlerich or Adlerich syndrome بيكون عنده إنه decrease في البليتلتس وبالإضافة decrease في الMPV وهو حقيقة rare بالنسبة من genetic disease لكنه rare النقطة الثانية لكم أن تتصوروا إن إحنا كمان معنا decrease بليتلتس يعني شخص عنده thrombocytopenia ونجي نشوف الMPV حقه عالي هذه ما معناها معناها إنه mega cariocytic hyperplasia معناها إنه البون مارو بيطلع بشكل كويس بس مشكلة بتحصل ده خاري اللي بيحصل فيها التكسر فمعناها إن البون مارو شغال كويس وهذه شوفوا كم الأهمية الماركب ذا بيعطينا إن البون مارو هل هو شغال كويس ولا في defect في البون مارو طيب ذي مثالها immune thrombocytopenic purpura ده مثال الأول المثال الثاني المثال الثالث اللي هو بيرنارد سولر سندروم وذا كمان وهو عبارة عن عملية ما معناه هذا بيحصل فيه بيحصل فيه إنه دكريز في البليتلس وكمان انكريز في الحجم حقها وذا واحدة من الدزيز هو رير بيري رير بالنسبة للجينيتك ديزيز البري اكليمسيا واحدة من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى إنه فيه دكريز في البليتلس وكمان انكريز في المبي في حجم الصفيحة الدموية طيب الآن تعالوا نعمل الخلاصة لهم اللي هما البليتلس دكريز البليتلس اللي هما ثرومبوسايتوبينيا إذا فيه ثرومبوسايتوبينيا ثرو ثرومبوسايتوبينيا والبيشنت عند نجي نشوف الـ فنحصله دكريز ما معناها ذي بون مرو دفكت لكن لو كان دكريز في البليتلس والانكريز في الـ ذي معناها معناها إنه فيه لكن البون مرو شغال بشكل كويس فشوفوا كم أهمية الـ انه يعطينا طيب تعالوا نضرب مثال عشان الأمور تكون واضحة لو شخص واحد عنده بليتلس مية وعشرين ألف وشخص آخر عنده بليتلس تسعين ألف احنا بالنظرة الأولى نقول والله صاحب تسعين ألف هذا عنده مشكلة أكبر لكن لو ما نروح نشوف الـ ونشوف الـ اللي كان عنده مية وعشرين طلع سبعة والـ اللي كان عنده تسعين ألف طلع أربعة عشر ايش نقول نقول لا اللي عنده سبعة ذا مشكلته مشكلة ذا عنده ديكريز أو مشكلة ديفكت في البون مرو فبالتالي ديكريز في البرود أحشب من البون مرو لكن تخيلوا اللي عنده تسعين نقول ما عندك مشكلة أنت ما في خوف عليك لأنه البون مرو حقك شغال فبالتالي ذي حتتجاوزها لأنه عندك ديستركشن خارج لكن البون مرو شغال فشوفوا كيف أهمية الـ ماركر واللي أنا في تصوري مفروض الآن كل الريبورتس حقرة أن يكون فيها أي شخص عنده ثرومبو سايتوبينيا أو ثرومبو سايتوزز أن يكون فيها الـ MBV ماركر طيب تعالوا الآن نشوف للثرومبو سايتوزز الآن تعالوا نشوف واحد عنده عنده ثرومبو سايتوزز نجي نشوف الـ MBV نورمال أو ديكريز هذه معناها ري أكتف ثرومبو سايتوزز ما معناها؟ معناها أنه قد يكون عنده bleeding or hemolysis قد يكون عنده infection قد يكون عنده perns or trauma فذي النقطة المهمة في ال mpv تعالوا نشوف العكس انه حصل decrease في ال platelets يعني thrombocytosis وكمان في increase في ال mpv هذه ما معناها معناها انه دي للأسف malignancy انه قد يكون الشخص ده عنده polycythemia vera قد يكون الشخص ده عنده essential thrombocytosis قد يكون الشخص ده عنده chronic myloid leukemia وذي بشكل عام نقول انه لو ما نشوف increase في ال platelets و increase في ال mpv فغالبا دي بنقول عليها عملية الميولو proliferative disorder وذي نقطة مهمة شايفين كيف ان ال mpv ذا له اهمية كبيرة في التشخيص النقطة التي بعدها لكم ان تتصوروا يعني كم منخص لل thrombocytosis يعني increase في ال platelets حصل decrease في ال mpv or normal ال mpv هذه معناها انه reactive thrombocytosis النقطة الثانية لو في increase في ال platelets يعني thrombocytosis وطلع ال mpv high اذا دي مايولو proliferative disorder طيب تعالوا نخذ مثال الان بليتلس عنده واحد ثمانية الف واحد مريض ومريض وكل واحد عنده ثمانمائة الف طيب شوفوا كيف اهمية ال mpv لو عملنا ال mpv في المريض الاول في المريض الاول طلع سبعة عشر فمتوليتر وفي المريض الثاني تضع تسعة فمتوليتر تخيلوا صاحب السبعة عشر ما معناها انكريز في ال mpv فذي معناها المايلو بروليفراتف ديزوردر لكن المريض الثاني اللي ثمانمائة الف لكن ال mpv حقه تسعة دي معناها reactive thrombocytosis اذا الان لابد ان تكون هناك اهمية كبرى لوجود ال mpv في الريبورتس حقنا طيب النقطة الثانية الان تعالوا نعمل الكونكولوجين الاخيرة لهم كdecrease في البليتلس وانكريز في البليتلس وطلع ديكريز في ال mpv معناها بولمرو ديفكت ديكريز في البليتلس وطلع انكريز في ال mpv معناها بليتلس ديستراكشن البولمرو شغال كويس لو حصل انه انكريز في البليتلس ونورمل او ديكريز في ال mpv دي معناها reactive thrombocytosis لكن لو حصل انكريز في البليتلس وكمان انكريز في ال mpv دي زي ما قلنا الميلو proliferative disorder طيب تعالوا نشوف للماركر الثاني او للهدف الثاني اللي هو ال platelets distribution width وهو مهم جدا ما معنى اولا ما هو تعريفه هو عملية size variation بمعنى اخر انه فيه platelets anisocytosis بمعنى اخر ان فيه بليتلس حجمها كبير واحدة حجمها صغير فاذا كل ما زاد ال bdw معناها ان فيه platelets anisocytosis طيب طبعا نقيسهم بنفس الماركرز الparameters اللي كنا نقيس بها ال rbc's اللي هي ال bdw coefficient variation وال normal range حقه من 9 الى 14% وال bdw standard deviation من 8.3 الى 25 فمتو ليتر طيب فيه نقطة مهمة جدا ممكن يحصل increase لل bdw لكنه false متى اذا حصل platelets clumping بالتأكيد حيزيد ال bdw لكنه هو false اساسا ناتج عن عملية platelets clumping لو حصل قضية ال rbc's fragment كمان ممكن يؤدي الى increase ال bdw false لو حصل macro rpcs ممكن يؤدي الى لهم دول حينقرؤوا كلهم كplatelets فذا حيزودوا ال bdw لكنه false طيب متى تكون ال bdw true ال bdw true تكون في plastic anemia تكون في megaloblastic anemia تكون في اللي هو cml اللي هو chronic myeloid leukemia وتكون في الكيموثيرابي ده بتكون اكيد ال bdw true طيب تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا الان شخص عنده thrombocytopenia عنده decrease في البليتلس رحنا نشوف ال bdw تطلع normal مادام طلع ال bdw normal اذا المشكلة هنا في bone marrow problem فبالتالي في معنى انه في high production بالنسبة لقضية البون مارو لكن لو في decrease في البليتلس و increase في ال bdw ذي معناها platelet destruction وبالتالي ما معناها انه البون مارو في destruction وبون مارو بيعوض فبالتالي في الحالة في الحالة thrombocytosis انه في increase في البليتلس وروحنا نشوف ال bdw وطلعت normal معنى هذي reactive thrombocytosis لكن لو طلع thrombocytosis يعني increase في البليتلس وفي increase في ال bdw معنى هذي المايولو proliferative disorder اذا نقطة مهمة شايفين كيف ان الماركرز دي في منتهى الاهمية وهي اساسا الجهاز بيوفرها في منتهى السهولة طيب تعالوا نشوف الكونكلوجين دي المعانى decrease platelets و increase platelets تعالوا نشوف decrease platelets اتفقنا انه لو حصل decrease platelets وجينا نشوف ال bdw وطلع normal فبالتالي دي معنى bone marrow defect لو decrease platelets وحصل increase في ال bdw معنى هذي platelets destruction البون marrow شغال كويس طيب في increase platelets يعني thrombocytosis لو حصل normal ال bdw معنى ها انه في reactive thrombocytosis لكن increase platelets thrombocytosis وكمان increase ال bdw معنى هذي المايلو proliferative disorder طيب في نقطة مهمة جدا ال bdw لو واحد بتعالج مثلا بيعطوه علاج لقضية انه عنده مشكلة في قضية ال bdw فطلع ال bdw 20 before treatment فبدأ يتعالج فطلع الى 50 هذا good prognosis ما معنى good prognosis انه البون مروا بدى يصلح الوضع فبالتالي كل ما زاد ال bdw هذا واحدة من العلامات good prognosis ان التريتمنت ماشي كويس طيب الان تعالوا نعمل الكمان الكمان الاخرى انه بليتلتس ديكريز فاتفقنا لو ال بليتلتس ديكريز وال mbv ديكريز يعني الان هنعمل الكمان رجل للتو ماركرز بليتلتس ديكريز وال mbv ديكريز هنا هنروح نشوف ال bdw طلع ال bdw normal معناها انه بون مارو ديكريز لكن لو قضية ال بليتلتس ديكريز وال mbv انكريز معناها ال bdw هيكون انكريز وذي زي ما قلنا في بليتلتس ديستركشن البون مارو شغال كويس تعالوا نشوف انكريز في البليتلتس ان الشخص دي عنده ثرومبوسايتوزيز وذي رحنا نشوف ال mbv طرع ال mbv ديكريز وال فيه انكريز وال bdw بالتأكيد هيكون انكريز فذي معناها بالتأكيد للأسف كانسر كنت معكم فيما مضى في قضية ماركر بسيط في منتهى السهولة اللي هو mbv وال bdw شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته